أحبتي سلام الله عليكم أجمعين أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة وعافية ودوم النعمة راجيا منه لنا ولكم السطر في الدنيا والآخرة أحبتي ما يقع الآن وهذه مدة يعني ليس الآن فقط وإنما هذه مدة في جهتنا جهة لاكيتين هو أمر يقلق لأن المرتزق الانفصاليين يتحركون يعني يتحركون من هنا وهناك ويخرجون بالطلعة من هنا وهناك والله أعلم أنا أحسبها أنها جسل النبض للمغاربة واش المغاربة غادي نضوه لما غادي نضوش فهو جسل النبض فعلى المغاربة ككل يعني قاطبة هنا يا تراب فرنسي أولى في جهتنا لاكيتين علينا أن نتحرك لأن الوقت لا يسمح لنا أن نبقى مكبولي الأيدي أو يعني بدون ردة فعل فضروري أن نخصي يكون هناك ردة فعل وتأكيد الحضور دينا في هذه المنطقة هذه وتأكيد الحضور دينا حتى على المستوى الفرنسي يعني في نطاق الاحترام القانون وفي نطاق الاحترام المبادئ المتعارف عليها يعني في التظاهرات فلهذا أنا أدعو المغاربة ككل أنهم يتوحدوا كرجل واحد كما عاهدناهم ونتصرفوا تصرف حكيم لأنك تشوفوا الدولة دينا تصرفاتها كلها تصرفات حكيمة ورشيدة فلهذا على كل المغاربة أن يتصرفوا تصرف حكيم ورشيد نحن لا ندعو إلى شيء لا يقبله القانون وإنما ندعو إلى شيء يحترم القانون ونحن المغاربة نحترم القانون فعلى الكل أن يهيئ نفسه لهذه التظاهرة ويجب أن نكون على أعلى مستوى لأن كل مغرب مغربي فهو سفير لدولته ولملكه ولتاريخه فعلى المغاربة أن يكونوا في المستوى يعني في المستوى احترام الدولة الفرنسية والنظام الفرنسي وفي نفس الوقت أنهم يحترمون تاريخ بلادهم ودولتهم الشريفة فمن هنا أقول لإخوتي المغاربة في منطقة لاكتين علينا أن نتحرك بسرعة قصوى لأن الوقت لا يسمح لنا أن نتقاعس كأكثر مما تقاعسناه في الماضي فبارك الله فيكم والله يجزيكم بخير وهذه رسالة مني أنا مصطفى بويا رئيس دار المغرب رئيس جمعية دار المغرب ورئيس جمعية الشمس أدعو كل المغاربة أن يتعاملوا مع هذا الحدث بحكمة وبرشد لأننا نحن المغاربة معروفون علينا الرسل والحكمة فالله الوطن الملك وخزي من أراد الشر بهذا البلد الحبيب وبثوابته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر